الخلقتي والخميرة الخبز سوف تخلص اليمن سنين و أعوام كذلك البنات الذين لديهم تجاعيد و تراهولات و تسبوغات لديهم سيكاترية قديمة لديهم شلات خاصة و قديمة سواء سنادل و سبابط أي شيء كانت عندك فلوكوغة عندك اللي بغتي أنت مزرقين أختي كنتي أروسة مقبلة على زواج ستعدي إن شاء الله لشي موناسة بقريبة بغتي تفرحي حتى أنتي وتسعدي بدون مكياج بدون فوندتان تختي تخسلي على وجيه بيد كي يحمقو كي يهبل و اللي شافتك أختي تسولك على السر ديال الجمال ديالك فاليوم ما جيس باش نسارك معكم السر ديال واحد للوصفة اللي ماشاء الله عليها زوينا بكل ما تحملوا الكلمة من معناه اللي هي وصفة الخميرة ديال الخبز و الخل اللي ماشاء الله عليهم زوينين بجوجهم في علاج تسبوغات الكحولية الحبوب النمشو الكلف البهج أي مشكلة كان عندك في الوجيه بواسطة الخميرة و الخل و الخل هنا ممكن تخدموه بجميع نوع الخلولة سواء خل حامض خل تفاح الخل بياد الخل اللي كان عندك في الدر ممكن تقديبه كذلك بالنسبة الخميرة حتى النوعية ديال الخميرة هنشارك معكم ان شاء الله الاسرار و هذا الشي كامل ولكن قبل اللي غادي نقول لكم هو ما تنسوناش من اللي لايك ديالكم لانه بفضل اللي لايك ديالكم كذلك تحمسونا وتشجعونا وتأفونسو بنا القدام و كذلك بالنسبة الاشتراك ديالكم في القناة مهم لانه كلها نجيب لكم جديد فانبيكم تشجعونا بلايك و كذلك الابنات اللي ما زالي ما فعلين جزير الجرس يفعلوه تخلونا تعليقات الاراء ديالكم التفسارات ديالكم اي حاجة بغيتوها فانا نرى الاشارة و بسم الله على بركة الله مش باش نتعرفوا لما قادر البصفات ترى قادر التحدات ترى قادر الاستخدام والاستعمال طبعية الحال مهم اول حاجة لبنات غادي نحتاجوها هنا هي الخميرة ديال الخبز و الخلب نسبة الخميرة ديال الخبز كي ما قلت لكم ممكن تاخدو اي نوعية ديال الخميرة سواء هادي السبولة او لا الرفيعة نشارك معكم حتى هاد الرفيعة معروفة بزاف هاد وجوش تليمارك معروفين بشكل كبير كينا كينا واحد الماركة واحد اخرى رامت شهولة تهيه معرفش رسمية دياله تهيه ولت في السوق تهيه بسدولة فحنا ما تيهمناش الماركة من هاد شي كامل لانه انا هنا جيت نجوب غير البنات اللي تيقولوا لي وش دارو رافيعة ولسبولة لا البنات ضروري غير خميرة اما رافيعة سبولة ماركة اخرى ما تيهمناش المهم هو اهم في الموضوع عندنا هو الخميرة البنات اي نوعية و اي ماركة متابعة الحال سواء هادي ولا هادي ولا حاجة واحد اخرى فتحتاجي معايا هنا يا الخل والخل اللي استخدمته وخل ما ايد الملونت شما كتعرفوني مع هاد النوعية بدا تتعجب لها بوديالي كتعجبني انا يا الحمد لله مع مرها دارت لي حاجة البصرة فكتت تعتبر عندي من احسن انواع دي الخلولة وانتي مطبيت الحالي اللي سيناسبك بالنسبة المكونات التانوية من غير هاد المكونات الاساسية غادي نحتاج ان شاء الله الحليب غبرة نيدو هنا البنات عندي حليب مجفف كاميد هذا البنات عندي متاوكام باقتاجه معاكم وكن شكروا لكم وكن قول لكم الحليب غبرة من بين احسن ما يكون في التبييد وفي التوحيد هاد الحليب هاد المكونات الحليب غبرة زوين بزاف بزاف كذلك البنات غادي نحتاجوا الشوفان او لا الخرطان ها هو البنات عندي هنا يمطحون واجد بزافت البنات كيسونوني علي كيقولوا لي واجز وين الزوين وراكين فخ الوجه حرف حل درتي الحمص ما شاء الله عليه وكيجبد البشرة دي الوجه يعني اللي بغا اختي الوجيه ديالها يجبد حريب القناة اختي الشوفان عنده عدة منافع وعدة مزايا فقدينحتاجوا الشوفان غنحتاجوا الحليب غبرة دحت البنت ها هي لزريعة الكتان ماذا بتственный وال להتزليط مثل تلك عليكم مناياه زريعة الكتان ولا بوضر الكتان ماذا اللي بوضر الكتان هي عدة منافع وعدة مزايا يجب أن تقرأ المكبولات بزرعة الكتن ويجب أن تقرأ المكبولات بزرعة الكتن كما يقولون بأقل تعمل الحمد لله يجب أن تقرأ المكبولات بزرعة الكتن نحن نضمن أو روز انتبه بالنسبة للروز هنا يمتحون واجد ندره بلاستيك لكي نبغيهم سيكون جاهز نسيك تسوني على النوعية الروز سأخذها معكم و الاروز البنة هذا وعندما يجب الحبيبات صغيرة البيضة فهذه النوعية الروز سيأخذها سيأخذها اخذها تبقى الروز اخذها ارخص نوعية و احسن نوعية سوف ندره طريقة التحضير اول تحضير الخميرة سوف ندره سوف ندره اي ماركة لكي لا تريد ان يدرها و المهم القصغير مملوء فقط هذه اللي غادي ندره ولكن تي على حسب كلها وحدة و المشاكل اللي عندها فدري الحاجة اللي غا تسلكك و اللي غا تعجبك ندره هدي ناخده الخل انا غا نخدم غير الخل ممكن تتخدمي ب اي حاجة حبيتيها و بغيتها فأمني كنضيفي الخل كتبدي تخلطي وتجمعي ديك الخميرة و معكيها كتبدي تتمعك كتبدي تتمعك صافرة كتبدي تتصبح واجدة و من بعد اختيغة ديري اليا الروز باودر او الروز مطحون يكون منيين طبيعي مزيان مزيان ضروري ناخده واحد المعلقة ديال الروز معلقة اللولة و معلقة تانية ديال الروز و معلقة ديال الروز انا بيتها الكبار نبدأه نجمعه بالخل مزيان 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 زع ن toothbrush من التنفيذ اشتركي ؟ جيد نفس المسك ستنزل تم ذلك سواه من التعامة شكرا للمشاهدة 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 الشكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة سوف نضغ تسرول الحلي بودر ومن بعد سنضيفه لبنة الشوفان الخطار ومن بعد سنضيفه ومن بعد سنضيفه الخطار ومن بعد سنضيفه خطار ربما اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة